يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونوارني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن حمادا طلبة نجمي نادي الزمالك ومنطق مصر السابق ومدر فريق الشباب في المصري حاليا كابتن حمادا منور الدنيا ربنا أخليك يا كابتن كريم أنا سعيد جدا اللي أنا معاك ودائما متقلق وببقى فرحان وأنا معاك وأنا أسعد بكتير وبعدين كل ما بتبقى معايا ونزيع تأرير أو منزيع فلر زي دا كده مثلا لقطات حلوة كده اللقطة بتاعت مطش النجارة فيه لعبة بتسجل أهداف تاريخية دي يعني إنقاذ تاريخي يعني اللي هو في ذاكرة أي مشجع في تاريخ الكرة المصرية وهتولنا جماعة ما احنا منتكلم أشكاة كابتن حمادا برضو يستعدها معايا لا طبعا الحمد لله طبعا الواحد اللي هو كان متواجد في منتخب مصر شرف لاي لعاب اللي هو كان متواجد في منتخب مصر والحمد لله الفترة اللي أنا كنت في منتخب مصر فيها قديت بشكل كويس ده كان مجهود عملته مع نادي الزمالك الفترة اللي أنا كنت فيها وربنا كان التعب اللي أنا أكون متواجد في المنتخب ولقطة زي دي تتعلم مع الناس كلها كل ما يكون ماشي في الشهارة الناس كلها بتكلمنا عن اللقطة دي فعلا يعني الحمد لله حاجة أنا فخور بها جدا وأهلي فخورون بها أنا كنت سعيد جدا جدا اللي أنا عملت اللقطة دي بس إزاي ما أقولك كابتن كريم هو تعب أنا تعبت وربنا أداني على قد تعبي وأنا قبل مسافر كمان مع المنتخب كانت ناس كتير مش مقتنع اللي أنا ألعب في المركز دوت والحمد لله أدت بشكل كهاز جدا في المنتخب استحقيلها يا كابتن هي كان فيها صعوبة جدا في علا صعبة جدا بس بص يا كابتن الحمد لله اللي أنا الوحيد اللي أخدت القرار اللي أنا منعبش على أفصايد إرجع يا جماعة اللقطة في السورة الأوانية خالص عشان اللي قاله كابتن حبقية دي لا أرجع وقف بقى عشان بقولك اللي ما وقفتش على الأفصايد لو نرجعها ونسبتها بص يا كابتن اللقطة دي فيها حاجات كتير جدا بالنسبة لي هي سبت بقى لا يرجع وسبت يرجع وسبت يرجع وسبت آه هيرجع ويسبت هيرجع ويسبت ماشي آه آه هيزبطهان آه في حاجات كتير يا كابتن في اللقطة دي أنت أمري ما أنساها في حياتي يعني أنت كان الجو طبعا الجو كان حر جدا وكان اللي كنا كمان خسرينه 1-0 واللقطة دي كان في الدقيقة 82 وخلاص كلنا كنا بقى خلصانين وانا أخدت القرار اللي يعني مستر كوبر كان معودنا اللي حنا نلعبش على الأفصايد أيها وانا بفضل الله حسيت اللي أنا يعني أخد القرار اللي أنا أجري يعني حتى لو لو إحنا اضربنا كنت أخد القرار اللي أجري يعني المحاضرة بتاعة مستر كوبر معلمة في دماغي هاي والحمد لله أخدت القرار وكان توفيق من ربنا اللي هو مثلا الشناوي يطلع يعطل موزس وانا أخدت القرار اللي أنا أعمل تاكلن انت طبيعي وانت بتاعمل تاكلن ممكن تخبط في الراجل وتخش صح إنما الحمد لله من فضل ربنا علي اللي هي طلعت بطريقة كويسة اهي ونجح اه رجع بقى وقف ونجح رجع رجع الورس هنا رجع الورس هنا بص يا كابت أتلاقي أنا الوحيد اللي بجري بص يعني أنا الوحيد اللي أخدت القرار اللي أنا أجري كل واقف سابت خاص هي وفساد عشان يستنوا الحكم يرفع الراية وانت واخد الاسبرينت ممكنش فيه فارباة ولا حاجة حتى لو وفساد محدش لا انت كل جول والله يا كابتن أنا كمان انت لما بقولك احنا الحمد لله طلعت الكرة ديت من فضل ربنا علي كامل بقى كامل بص يا كابتن الحمد ده هو بجري اه اللي محمد صلاح أحرص هدف بعد اللقطة دي مباشرة صح يعني ده النجاح لللقطة دي كمان صح هو اللي خلت بص يا كابتن طبيعي تغبط طبيعي تغبط في الراجل ده و تخش صح انما الحمد لله حدت كرار اللي أنا طلحها البرة وانت بدون ما تقصد تروح تكملها اه login مش طلحها في وجل هو الراجل كان في وجه اصلا اخدت الكرار اللي أنا طلحها البرة خاطير خاطير والخلاب وليلك كابتن اللي فرى دي حديد يعني اللي ورى اللي فى الدهر ده كله حديد آه فانت واخد الحديد ده كله اه اه grapple اللي كنا نقوله قبل الهواء أنا عايش أسنان حكاية القبل الهواء بباعها على طول يعني لا كابتان حماد يا جماعة في المطش ده كان بطل كان بطل يعني هتعرفوا ليه كان بطل خلاص سيبين اللقطة دي بقى وتعالى ايه نسمع الحكاية الحلوة دي بص يا كابتان أنا كنت قبل ما أنا يبقى فيه تجمع للمنتخب أنا كنت تعبان كان فيه إصابة في ظهري وما كانش حد يعرف والحمد لله يعني أخدت مسكنات وعملت اللازق التيب وكل حاجة لو أنت بصيت بعد اللقطة في الجن هتلاقينا فيه لازق تيبة على ظهري كتير جدا آه يعني أنت كنت مصاب عندك مشكلة في الظهر آه والجهاز الفاني ما يعرفش حد شيء يعرف بصراحة وأنت ماسك في الفرصة أنا ماسك في الفرصة دي منتخب مصر وأول مطش ليه رسمي مع المنتخب وفي أجواء كانت صعبة جدا حتى أنا على ما تذكر كنا أهلي وزمالك بس اللي موجودين كلعيبة وكنا علي جبر موجود وحزيم إمام وطرق حامد الناس كلها كانت بصراحة مسلمانية يعني أنت كنت مصاب وإنت رايح المعاصقر أو محدش يعرف ومحدش يعرف أن أنت لما روحت المعاصقر بحدش يعرف برضو أن أنت مصاب فنزلت تلعب بس أنا كان فيه تلميح اللي أنا هلعب يعني الكابتن طرق مصطفى كان بيربطن بيه لك طيبة جدا وهما المدربين الجامدين جدا وأنا بحبه على المصطفى الشخصي طبع كان قال لي ركز يا طلبة خلي بالك هتلعب ممكن تلعب ومش عارف إيه وكابتن أسامة قال لي نفس الكلام كنت أنا أخد قراري لنا خلاص يعني أنا الناس بتكلمني كلام مداري كده بس حس اللي أنا هلعب اللعب بيبقى عارف طبعا إنما طبعا عمالة فكر هلعب إزاي والناس كلها عمالة إزاي طلبة يلعب باكليفت وطلبة مش مركزه ويلعب في منتخب مصر وفي باكات ليفت كتير في منتخب مصر ومنتخب النجير ومبارة حسيمة والناس كلها ماشية بتقطع فيها وفي الطيارة الناس بالصحفين بيقطعوا فيها أنا أخد قرار اللي أنا أركز ولو لعبت ربنا يكرمني حتى اللعبة من حبها فيها الحمد لله كان كلهم طلبة إحنا قلقانين عليك طلبة إحنا خايفين أنا طبيعة الحمد لله عمر ما خفت من أي مبارة أنا أنا بنزل بركز بعمل الضرر اللي علي وربنا قرمني من أقول لك شا عملت إيه في الماضي الحمد لله يعني كان بيلعب قدام ترزيجي على ما تذكر وترزيجي قلت له ترزيجي أنا هعمل معك زي ما بعمل مع كهرباء في الزمالك هقف ودافع وإنت ما تعديش نص المنعب طبعا كان فيه موزيس كان أحمد موسى آه طبعا لعب عظيم لعب عظيم وطيار يا كابتن طبعا إنما الحمد لله يعني أول لقطتين كده لسه بفكر أتلاقيت أحمد موسى بيجرم نورس برينتين قلت له ترزيجي تعالي انسى اللي أنا قلته لك الراجل ده سريع جدا ومش عارف أتعامل معه إزاي أنا كنت فاكر إنه حاجة كده زي الدولة المصر كده وقتاعة أنا سيب لنا كس سواء حشي على الوحيد ألف ألف أتلاقيت بيرفع أوفرين وراء بعض يعني أنا ألف كده داري بس برينتين ما شاء الله عنده سرعة رهيبة كلمت مع ترزيجي قلت له إنسى اللي أنا قلت له لك ودافع معي أنا حسيت اليها دي نهايتي أيوه ألحقني الحقني أنا كنت بحذر معك إنما الحمد لله قدرت اللي أنا وقفه يعني وطول مطشة تابعه أعمل معه إيه أسيب له مساحة أضغط عليه آآ الحمد لله عملت مباراة كبيرة يعني بفضل الله مباراة عظيمة جدا طيب دي اللحظة التاريخية